السلام عليكم أهلاً فيكم أعزائي طلبة التوجيه في درس الانقسام الخلوي وأهميته الجزء الثاني درس الانقسام المنصف مثل ما حكينا بالحصة الماضية الفكرة الرئيسية من هذا الدرس تحكي عن أنواع الانقسام الخلوي المختلفة وأهميتها في استمرار الحياة في درس اليوم رح نتعرف على مراحل الانقسام المنصف ونقارن بينه وبين الانقسام المتساوي ونشوف كيف آلية عمله في البداية الانقسام المنصف الأهمية تبعته أنه بينتش القامتات هاي القامتات بتكون أحادية المجموعة الكروموسومية يعني 1N بصير في عنا تنصيف لعدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الأصلية في حال كان في عنا 46 كروموسوم في خلية الإنسان رح يصيروا 23 كروموسوم في كل قامت ناتج الخلية الأم بتكون 2N مجموعة الكروموسومية والخلية المنقسمة بيكون فيها 1N وهذه المجموعة الكروموسومية فهي بدنا نفرق بين عدد الكروموسومات وعدد المجموعة الكروموسومية وبدنا نفرق لما يحكي لنا زوج من الكروموسومات أو عدد بيور من الكروموسومات الانقساب المنصف بمر بمرحلتين المرحلة الأولى اللي هي طور التمهيد الأول استوائي أول انفصالي أول ونهائي أول المرحلة الثانية اللي هي طور تمهيدي ثاني استوائي ثاني انفصالي ثاني ونهائي ثاني في المرحلة الأولى رح ينتج عنا خليتين والمرحلة الثانية رح تنتج من كل خلية خليتين فتوتل أربع خلايا كل واحدة بنسميها قامت خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو اللي بيوضح كيف بتتم عملية الانقسام المنصف قبل ما نبدأ ونتحدث عن كل طور بالتفصيل شو اللي بيصير في ياتو مثل ما حكينا الانقسام المنصف بمر بمرحلتين مرحلة الأولى والمرحلة الثانية المرحلة الأولى رح نبدأ بالطور التمهيدي الأول واللي في ياتو بيكون الكروموسومات على شكل شبكي كروماتينية بعدين بصيروا على شكل خيوط قصيرة ومثل ما درسنا بالانقسام المتساوي رح تختفي النوية ويبلش الغلاف النووي بالاختفاء طبعا هون بنشوف الكروموسوم اللي بتكون من كروماتيدين شقيقين بالانقسام المنصف اللي بيميزه انه الكروموسومات المتماثلة بتكون متقاربة جدا وهذا الاشي اللي بيسمح بعملية العبور اللي رح نتحدث عنها بالتفصيل الكروموسوم بتكون من جينات هاي الجينات بتكون عبارة عن الليلين لكل جين اللي رح نتحرف عليه بالفصل الدراسي الثاني وهون بنشوف عملية العبور اللي كيف ممكن تصير اللي هي تبادل في اجزاء من المادة الوراثية بين الكروماتيدين غير الشقيقين في الكروموسومات المتماثلة وبرضو هذا الاشي رح نشوفه بتفصيل لقدام شوي هاد الحكي كله بيصير في الطور التمهيدي الاول بعد هيك في نهاية هذا الطور رح تيجي الاجسام المركزية اللي فيها المريكزات وتبلش ترتبط الخيوط المغزلية بالكروموسومات وهون بالطور الاستوائي الاول منلاقي انه الكروموسومات استفت في وسط الخلية والطور الانفصالي الاول تنفصل الكروموسومات المتماثلة عن بعض احنا اخذنا ان الكروماتيدات بتنفصل عن بعض هون لا الكروموسومات المتماثلة بتنفصل عن بعض بعدين في الطور النهائي الثاني بصير في عنا عملية التخصر بعدين بتكون خليتين كل خلية هون بكون فيها نص عدد الكروموسومات من الخلية الام اللي بيميز الانقسام المنصف للمرحلة الاولى انه بنهايته الخلايا او المادة الوراثية ما بتعمل تضاعف لالهم يعني ما بصير تضاعف للمادة الوراثية هلأ في المرحلة التانية من الانقسام المنصف في عنا الطور التمهيدي التاني واللي قبليه بصير فيه تضاعف للاجسام المركزية بعدين في نفس الطور النوية بتختفي الغلاف النووي ببلش بالاختفاء او بتفكك بعدين الاجسام المركزية اللي بتحتوي على المرايكزات بتعطينا الخيوط المغزلية وبتتجه لاقطاب الخلية شوي شوي بنفس الوقت الخيوط المغزلية بترتبط بالكروموسومات هونصار في عندي كروموسوم لحاله مش كروموسومات متماثلة متقابلة بعد هيك بالطور الاستوائي بتصطف في وسط الخلية والطور الانفصالي التاني تنفصل الكروماتيدات الشقيقة عن بعض وكل الكروماتيد رح يعطينا بالنهاية كروموسوم في الطور النهائي التاني من كل خلية بيعطيني خليتين فتوتل اربع خلايا وكل خلية بنسميها جاميت وكل خلية فيهم بكون فيها نص عدد الكروموسومات من الخلية الام طبعا احنا هلأ رح نشرح بتفصيل كيف العملية بتتم على الشكل مثل ما شفنا بالفيديو بصير في عنا شغلة اسمها العبور بتصير في الطور التمهيدي الاول شو يعني العبور هلأ في عنا هاي كروموسوم وهاي كروموسوم تاني تمام هدول الكروموسومين بنسميها كروموسومات متماثلة تمام مثل ما شفنا الكروموسومات المتماثلة بتكون ملزقة في بعض وبتكمل الرحلة لبين ما تنفصل عن بعض في طور الانفصال الاول تمام هلأ كل الكروموسوم بتكون من كروماتيدين شقيقين وهدول كروماتيدين شقيقين تمام طيب شو بصير عنا هلأ الكروموسومات المتماثلة بتكون كتير ملزقة في بعض فهذا الاشي شو بيعمل بيعطي فرصة لانه يصير في عنا تبادل في اجزاء من المادة الوراثية بين الكروماتيدين غير الشقيقين منهم الكروماتيدين غير الشقيقين هاد الكروماتيدين اللي بالاحمر واللي بالازرق هدولة الكروماتيدات اللي بتكون قريبة من بعض من سميها كروماتيدات غير شقيقين فشو بصير في عنا هون بصير في عنا تبادل في اجزاء المادة الوراثية بين الكروماتيدين غير الشقيقين في الكروموسومات المتماثلة في الطور التمهيد الاول هاي المنطقة اللي بصير فيها التبادل من سميها منطقة التصالب العملية هاي من سميها عملية العبور تمام فإذا في عنا اكتر من مصطلح في عنا كروماتيدات شقيقة كروماتيدات غير شقيقة في عنا منطقة التصالب في عنا عملية عبور فإذا عملية العبور هاي شو اهميتها بتساعد في انتاج تراكيب جينية جديدة فهاي تراكيب الجينية الجديدة بتعطينا تنوع جيني في الافراد الناتجة عشان هيك مش كل الابوين ولادهم بشبهوهم تماما في اختلافات في اشياء بتكون صفة مش موجودة عند الام والاب وطلعت عند الابناء وهذا الاشي رح نتعرف عليه اكتر بالفصل الدراسي الثاني فركزولي كتير منيح على هاد الجزء لانه كتير مهم اذا فهمناه وتمكننا منه رح يسهل علينا دراسة الوراثة وعشان نشوف صورة الكتاب اللي بتبين لنا كيف بتصير عملية العبور في منطقة التصالب اللي هي اللي بتكون بين الكروماتيدات غير الشقيقة فهيك بصير في عنا لما تتكون القامتات بصير في عنا تراكيب جينية جديدة في القامتات الناتجة طيب نبدأ باطوار الانقسام المنصف في المرحلة الاولى مثل ما بلشنا في الانقسام المتساوية في عنا في المرحلة البيينية بتكون عنا الكروماثومات على شكل شبكة كروماتينية بكون في عنا نوا وفي نوية في عنا الاجسام المركزية اللي اتضاعفت في نهاية المرحلة البيينية وفي عنا الخيوط المغزلية بعد المرحلة البيينية بنيجي للطور التمهيدي الاول في الطور التمهيدي الاول رح تكون عنا الكروماثومات شمالها على شكل خيوط قصيرة الغلاف النووي بيبدأ بالتفكك عنا الشبكة الكروماتينية اللي هي الكروماثومات بتصير على شكل الكروماثومات قصيرة وسميكة لكن بتكون الكروماثومات المتماثلة بتكون قريبة من بعض فهذا الاشي لانها كتير قريبة هو اللي بيعمل لنا عملية العبور الاجسام المركزية بتبلش تتجه نحو الاقطاب وفي نهاية هذا الطور بتبلش القيوط المغزلية ترتبط بالكروماثومات في القطاع المركزية في الطور الاستوائي الاول بتكون الاجسام المركزية وكل جسم مركزي فياته مريكزان بتتجه لأقطاب الخلية المتقابلة ولكروماثومات المتماثلة بتبلش ترتبط في الخيوط المغزلية بهذا الشكل طبعا هي بتكون قريبة من بعض بس للرسم طيب هلا لاحظوا الكروماثومات المتماثلة نفترض انه الازرق من الاب والاحمر من الام ما بكونوا مترتبين انه كل الاحمر مثلا بيجي على جهة والازرق بيجي على جهة لا بكون في عنا اختلاط تمام فبكون في عنا ترتيب عشوائي للكروماثومات هذا الاشي بيعمل لنا كمان تنوع جيني انه الفرد اللي بيكون ما بيكون بيشبه الاب بكل الصفات ولا بيشبه الام بكل الصفات كمام فهاي الفكرة من الترتيب العشوائي للكروماثومات فإذا في عنا شغلتان بيعملوا لنا تنوع جيني في الطور التمهيد الأول عملية العبور بتعمل لنا تنوع جيني تعطينا تركيب جينية جديدة طبعا تكون مختلفة والطور الاستوائي الأول بصير في عنا الترتيب العشوائي للكروماثومات برضو بيعمل لنا تنوع بالصفات فإذا في الطور الانفصالي الأول اللي رح تنفصل هون مش كروماتيدات شقيقة رح تنفصل عنا الكروماثومات المتماثلة فإذا لدينا الأجسام المركزية فيها المريكزان الخيوط المغزلية اللي فيها رح تنكمش لما تنكمش الخيوط المغزلية رح تسحب معاها أحد الكروماثومات المتماثلة وبتروح كل مجموعة كروماثومية لأحد أقطاب الخلية طبعا هون احنا بلشنا بست كروماثومات مثل ما شايفين هنا في الطور التمهيدي الأول وهون رح يروح لأقطاب الخلية 3 كروماثومات بعد هيك بنوصل للطور النهائي الأول في الطور النهائي الأول رح تروح كل كروماثومات كل مجموعة كروماثومية بهذا الشكل طبعا رح يصر في عنا تخصر اللي درسناه في الانقسام المتساوي يصر في تخصر وكل مجموعة كروماثومية بتروح لخلية بتكون عنا الغلاف النووي في كل خلية جديدة طبعا هون الجسم المركزي بكون عنا جسم مركزي في كل خلية تمام طيب هلأ هاي الخلايا شو ما صيرها بعد الطور النهائي الأول رح تروح للطور التمهيدي الثاني طبعا قبل هاي العملية رح يصر في عنا تضاعف للعضيات اللازمة للانقسام واللي من أمثلتها اللي هو الجسم المركزي طبعا هون في المرحلة البينية بلشنا بخلية فيها 2N العدد الكامل من الكروماثومات في الطور النهائي الأول كل خلية بتنتج بتكون عبارة عن 1N نص عدد الكروماثومات في الخلية الأم بلشنا بستة كروماثومات صار عنا ثلاثة في كل خلية ناتجة منأكد هون انه بالمرحلة الثانية من الانقسام المنصف ما بصير في عنا تضاعف للمادة الوراثية فاحنا بلشنا بخليتين كل خلية فيها 3 كروماثومات مثل ما شايفين هنا في عنا في كل خلية 3 كروماثومات طبعا في الطور التمهيد الثاني رح يصير نفس اللي بصير في الطور التمهيد الأول وهو بشبه الانقسام المتساوي لكنه مش متساوي يعني بشبه الخطوات وبشبه النتائج انه يكون عنا الخلايا اللي بتنتج فيها عدد الكروماثومات مساوي للخلايا اللي بلشنا فيها في الطور التمهيد الثاني ركزوا باللي بحكيه تمام طيب هلا شو رح يصير في هذا الطور برضه الغلاف النووي رح يبلش يتفكر والنوية بتختفي طبعا والمريكزات بتبلش تتجه لأقطاب الخلية وتبدأ الخيوط المغزلية بظهور في هذا الطور الطور الاستواء الثاني رح تتجه الأجسام المركزية لأقطاب الخلية ورح تطلع منها الخيوط المغزلية ورح تصطف الكروماثومات في وسط الخلية فرح يكون عنا الكروماثومات بهذا الشكل والخيوط المغزلية رح ترتبط بالسنترومير او القطعة المركزية للكروماثومات ومثل ما شايفين كل خلية بكون فيها كروماثومات من الام وكروماثومات من الاب بعد هيك رح نيجي لطور الانفصال التاني واللي بتنكمش في الخيوط المغزلية وبتسحب معاها كروماتي دات شقيقة فإذا هون في الطور الانفصال الثاني نسحب كروماتي دات شقيقة بالطور الانفصال الأول سحب احد الكروماثومات المتماثلة وهون رح يصير في عنا نفس اللي درسناه في الانقسام المتساوي وتتجه نكروماتيدات الشقيقة إلى أحد أقطاب الخلية فبصير في عنا مجموعة في القطب اللي تحت مجموعة في القطب اللي فوق في الطور النهائي الثاني طبعا هون رح يصير لكل خلية عملية تخصر بفعل البروتينات اللي حكينا عنها الأكتين والميسين وبعدين تنتج منها من كل خلية رح ينتج خليتين هاي الخلايا بنسميها قاميتات وكل قاميت فياتو 1N يعني نص عدد الكروموسومات من الخلية الأم وهون عنا في كل خلية رح يكون يعطينا الكروموسومات بشكلها النهائي بعدين رح تصير عنا عبارة عن شبكة كروماتينية رح تتكون النواة والنوية والغلاف النووي وبهيك بنتج عنا أربع خلايا من الانقسام المنصف فإذا هنا خلينا نلخص على شكل نقاط في كل طور شو التغيرات اللي بتصير في الطور التمهيدي الأول حكينا الكروموسومات بتكون قصيرة وسميكة مثل ما شعيفين هون في الشكل الغلاف النووي بتفكك ممكن يصير عبور جيني طبعا ممكن ممكن لا الأجسام المركزية تتحرك نحو أقطاب الخلية المتقابلة الخيوط المغزنية بتبلش تمتد لا ترتبط في الكروموسومات بالقطاع المركزية في الطور الاستوائي الأول تصطف أزواج الكروموسومات المتماثلة في وسط الخلية وهون ركزولي على أزواج الكروموسومات يعني هذا زوج وهذا زوج وهذا زوج من الكروموسومات والكروموسومات في الإنسان بتكون على شكل أزواج أصلا يعني كل كروموسومين بيكونوا مع بعض في الإنسان بشكل طبيعي في الخلية فهم تصطف أزواج الكروموسومات المتماثلة في وسط الخلية ومثل ما شايفين هون ممكن يصرفي عنا عملية عبور جيني في الطور التمهيد الأول فينتقل بمراحل الخلية تترتب الكروموسومات بشكل عشوائي فبالتالي بصرفي عنا تنوع جيني طبعا الكروموسومات بشكل عشوائي شو يعني؟ يعني اللي من الأم أو اللي من الأب منلاحظ أنه مشكلهم بكونوا على نفس الجهة في الطور الانتصالي الأول تنكمش الخيوط المغزلية فبالتالي بتسحب معها الكروموسومات المتماثلة وكل الكروموسوم بروح لأحد أقطاب الخلية والكروماتيدات الشقيقة تبقى مرتبطة ببعضها في الطور النهائي الأول رح يصرفي عنا عملية التخصر الغلاف النوم ببدأ بالظهور تتفكك القيوط المغزلية بنقسم السايتو بلازم وبنتج عنا خليتين كل منهم تحتوي على كروموسومات منها من الأب وبعضها من الأم في الطور التمهيد الثاني الخلايا بتكون تحضرت للانقسام بتكمل بتفكك الغلاف النووي المركزات بتتجه الأقطاب الخلية المتقابلة والخيوط المغزلية بتبدأ بالظهور وبترتبط بي الكروموسومات في الطور الاستواء الثاني بتترتب الكروموسومات في منتصف الخلية في الطور الانفصال الثاني بتنكمش الخيوط المغزلية فبتنفصل الكروماتيدات الشقيقة عن بعض وبتتحرك لأقطاب الخلية المتقابلة في الطور النهائي الثاني كل خلية رح تنقسم لتنتين الغلاف النووي بيبدأ بالظهور حوالين كل مجموعة كروموسومية الخيوط المغزلية بتتفكك بيصير انقسام ثاني للسيتو بلازما وبالتالي بنتج عنا أربع خلايا وحادية المجموعة الكروموسومية وان ان وان ان لازم تكون سمور بس وان في التباعة أهمية الانقسام المنصف الأهمية الكتير ضروري أن نعرفها اللي هي الحفاظ على كمية المادة الوراثية في التكاثر الجنسي هلا الكائن الحي بصير فيه انقسام منصف في الخلايا الجنسية تمام وبتكون عنا القاميتات طبعا إذا كانت أنثى بتكون قاميت أنثوي إذا كان ذكر بتكون قاميت ذكري بصير عنا عملية الإقصاب بتكون عنا الزايقوت اللي هو البويضة المخصبة 2N بصير لها عملية انقسامات متساوية لتكون لنا الجنين بعدا يصير بيبي ينولد ويعطينا الكائن الحي فهون الانقسام المنصف بيعطينا خلايا كل واحدة فيهم 1N لما يصير عنا عملية الإقصاب باندمج القاميت الذكري مع القاميت الأنثوي نوعات القاميت الذكري مع القاميت الأنثوي بيعطونا الزايقوت اللي هو 2N هون بكون عنا 23 كروموسوم في كل خلية في الزايقوت بيكون عنا 46 كروموسوم فلما يصير عنا انقسام منصف بعدا يصير في عنا تكاثر جنسي بنحافظ على ثبات عدد الكروموسومات في الكائن الحي طبعا هنا في عنا مقارنة بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف هاي كتير مهمة في عنا الانقسام المتساوي بأي نوع من الخلايا يحدث يحدث في الخلايا الجسمية أما المنصف يحدث في الخلايا الجنسية عدد الخلايا الناتجة من المتساوي 2 من المنصف 4 مثل ما شفنا بالشرح عدد الكروموسومات في الانقسام المتساوي بيكون مساوي لعدد الكروموسومات في الخلية الأم إذا أعطاني مثلا خلية أو كائن عنده 30 كروموسوم فكم عدد الكروموسومات في الانقسام المتساوي الخلايا الناتج من الانقسام المتساوي بيكون 30 الانقسام المنصف بيكون 15 اللي هو نصف عدد الكروموسومات لاحظوا هنا عدد الكروموسومات وعدد المجموعة الكروموسومية ركزول عليهم الله يرضى عليكم في الانقسام المتساوي بيكون 2N في المنصف 1N اهمية كل واحد طبعا احنا شرحناهم بالتفصيل لكن هون مكتبين عندكم تطور الجنين انقسام متساوي استبدال خلايا التالف وتعويض الأنسجل التي تعرضت لجرح أو كشط أو حرق التجدد والتكاثر اللاجنسي الانقسام المنصف أهميته انقفاض على عدد الكروموسومات في الكائن الحي الطبيعي عند التكاثر الجنسي في عنا سؤال كتير مهم في الكتاب الشكل ببين لنا كمية الـ DNA هناك خلية تمر بسلسلة من العمليات خلال مدة من الزمن نريد أن نعرف ما هي العمليات التي تحدث الآن نلاحظ أن كان هناك كمية الـ DNA زادت كمية الـ DNA بعد أن ثبتت بعد أن أقلت ليس لنفس ما كانت أقلت لأقل من الكمية التي كانت عليها فبالتالي هنا أنا شو أعرف المنحنة هاد هنا صار في عندي زيادة في كمية الـ DNA معناته أنا بحكي عن طور التضاعف الـ S-phase تمام؟ طيب قبل طور التضاعف ايش في عنا؟ G1 بعدي في عنا G2 طيب هاد رقم اثنين بمثل ايش؟ انقسام مرحلة انقسام بس انقسام شو؟ انقسام منصف ليش انقسام منصف؟ لأنه كمية الـ DNA لاحظوا انها قلت لو كان عندنا المنحنة بهذا الشكل كمية الـ DNA هيك وصلت هيك تمام؟ هلأ هون عندنا G1 عادي S G2 نفس الفكرة لكن هون بكون عندنا انقسام متساوي ليش متساوي؟ لأنه كمية الـ DNA رجعت زي ما كانت أبل فهنا بننفرق بين الشكلين فإذن هاي الإجابة للأسئلة تبعة هذا السؤال أسئلة وزارة على الدرس فإن قمات أي الآتية يحدث في الانقسام المنصف ولا يحدث في الانقسام المتساوي الذي يضفر إuous 에� supplier خل Certainly بهذا السبب على جانبي خط وسط الخلية هذا يحدث لهذا السبب الفكرة وداح cătha الممال فإن قمات بفكرة في الانقسام المنصف حالةzen или ا Runium إنتاج الحيوانات منوية من technical Karenaстроق تبع ذلك أي الآتية تنتهي بإنتاج خليتين كل واحدة منهم 1N طبعا هون عنا الانقسام المنصف في المرحلة الأولى أسئلة إضافية تحدث عملية العبور الجيني بين الكراماتي دات شقيقة ولا غير شقيقة غير شقيقة بزوج الكراماتي متماثلة ولا غير متماثلة بزوج الكراماتي المتماثلة في الإجابة هي الدال خلية منوية أولية تحوي 14 زوج من الكراماتي دخلت في المرحلة الأولى من الانقسام المنصف فإن عدد الخلايا الناتجة وعدد الكراماتي في كل خلية ناتجة هو طبعا هون بدنا نكون عارفين أنه الانقسام المنصف في المرحلة الأولى رح يطلع لنا خليتين فيها الإجابة ألف أوبا تمام هلأ بحكي لي أن الخلية المنوية الأولية بتحوي 14 زوج من الكراماتي هنا انا عندي ايش زوج من الكروموسومات تمام طيب 14 زوج يعني هما في الاصل كم كروموسوم 14 و 14 28 كروموسوم دخلوا في الانقسام المنصف المرحلة الاولى قديش رح يصيروا رح يتنصف العدد ويعطينا 14 في كل خلية فالاجابة رح تكون با عرفنا كيف هيك اسئلة ممكن نحلها فبتكم تنتبهوا للمصطلحات الموجودة عنا في السؤال تحدث عملية تضاعف الدي اي في الانقسام المنصف متى قبل التمهيد الاول قبل التمهيد التاني قبل الاستيواء الاول قبل الاستيواء التاني طبعا بتصير قبل التمهيد الاول وبهيك منكون خلصنا الدرس التاني والقبل الاخير من الوحدة التانية بالفصل الدراسي الاول لا تنسوا تدعموا القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد ولا تنسوا تعملوا لايك كومنت وشير لحتى يوصل الفيديو لأكبر قدر ممكن من الطلاب ويستفيدوا اشوفكم بالفيديو الجاي اعطيكم العافية باي باي